هذه رسالة موجهة إلى السيد رئيس مجلس النواب المحترم أنت شاب وقدرت أن تتسلق وتصل إلى موقع متقدم في قيادة الجهات التشريعية صعب جدا أن تكتب في تاريخك غدا أو بعد غدا عندما تقرأه أهلك وأولادك والأجيال أنك تعمدت في خرق الدستور من أجل عين فلان وفلان وفلان دائما الرجال والقادة الحقيقيون الذين يستطيعون أن يكتبوا تاريخا هم الذين يحترمون القوانين التي يكتبونها وليست القوانين التي لا يحترمونها ما حد في ذك إلا أن تطبق القانون من أجل هؤلاء لأنه مهما حصل إذا كنتم اليوم لديكم القدرة بالضغط على فلان أو فلان فأن غدا قد تغيب هذه القدرة أنا هذا أقول لست مترجيا أو متوسلا لكن أنا هنا من باب النصح ومن باب أن نحن نريد أن نبني دولة هذا الدستور الذي تعطلونه اليوم غدا سيكون هو الفيصل في محاسبة كل من قصر والقوة ترى ما تدوم أيضا أشكر السيدة نجاة الطاي نائبة فائزة وأيضا أشكر السيد الخبير الانتخابي الأستاذ عادل اللامي